بسم الله أهلا بكم يا شباب في الفيديو ده نتكلم عن المواسير والكابلات الخاصة بأنظمة إنذار الحريق الكونديوتس والكيبلز الخاصة بإنذار الحريق مهم جدا نعرف أن النظام إنذار الحريق لازم يكون شغال حتى لو معظم المنظومات أو المنظومات كلها فاصلتها وبالتالي المواسير بتاعتها والأسلاك لازم تكون مقاومة للرطوبة وتكون غير قبلة للاشتعال لازم كمان يكون طول اللوب عندي لما يحصل فولتش دروب كل دي بايس يكون واصل له الكهرباء أو الباور الكافية عشان يبدأ يشتغل طيب من الداتاشيت معظم الكابلات اللي احنا بنستخدمها حسب الشركات المصنعة بتكون كابل 2 وير اللي هو 2 في 1.5 ملي متر تربيع ده بمشيني 500 متر تقريبا حسب بقى الشركة المصنعة تشوفه كان وفيه عندي الكابل اللي هو 2 في 2 ملي متر تربيع ده بمشيني 700 متر وفيه عندي اللي 2.5 ملي متر تربيع 2 في 2.5 تمام ده بمشيني لحد 2000 متر يبقى تقريبا الاتنين في 1.5 بيديني طول بدون الدخول بقى فيه حسبات الفولتش دروب وانه هو مش عارف ايه هو بيقولك ريكمنديشن لو تستخدم كابل 2 في 1.5 يبقى تقدر تمدد اللوب بتاعتك لحد 500 متر لو اتنين كابلين فيه او 2 وير تمام الموجب والسالب بتاعنا دول اللي هو غالبا هيكون طرف منهم الطرف الرد اللي هو الاحمر والطرف الثاني البلاد اللي احنا شوفنا كده دي الرول الخاصة بيه كابلات الفير هنلاقي جوا الكابلة هو شلدد وجوا فيه سلك لونه احمر والتاني لونه اسود دول الطرفين بتاعنا والاحتمالات بتاعتي يكون 1.5 يام 2 يام 2.5 ملي متر تربيع وكل واحد للطول المناسب طبعا برضو كابلات الحريق بتصنف حسب درجة الحرارة هتلاقي ان فيه كابلات درجة حرارة 105 وفيه حاجات 750 وفيه حاجات 950 فيه حاجات 1050 درجة سليزيس التمديدات بتكون في مواسير اكسبوزد خارجية والمواسير الخارجية بتكون فيه توصيلاتها خارجية مش هي خارجية يعني طبعا اكسبوزد ما بتكونش جوه السلابة او جوه الخرصانة بتتمدد خارجي فيه عندي لو انا داخل المبنى بوصل مواسير اي ام تي فيه الاماكن الداخلية والعادية لو اماكن بتكون معرضة لي وجود سوائل حواليها او وجود دعاو من جوه باستخدم الريجد ستيل او مواسير الصلب المعالج ضد الصدى ومهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان انا بحط كابلات الفاير بتكون بعيدة على التمديدات الكهربية بمسافة يعني لا تقل عن 5 سنت عشان ما حصلش انترفير هنا بتكلم عن الفولتش دروب او فقد الجهد او الهبوط في الجهد لو انا استخدمت اتنين فيه واحد ونصف ملي متر تربيع زي موانا ممكن يوصل معايا الكابل حسب الشركة المصنعة ل500 متر بس المهم ان هيكون محتاج جهد عشان يشتغل بكفاءة الديفايس بتاعي اخر واحد وبالتالي لازم اضمن ان الجهد عند الديفايس بتاعتي تكون تمام مصبوطة وكافية للتشغيل عشان ما يأثرش علي هبوط الجهد طبعا احنا نقدر نحسب هبوط الجهد من الكاتوليكات بسهولة اللي هو الملي فولت على الامبير على المتر وبالتالي اقدر اجيب فقد الملي فولت لكل متر يعني الفقط بالملي متر الملي فولت لكل متر اقدر اجيبه واقدر احسب الكلام ده في حالة مرور تيار مقداره واحد امبير وبالتالي احسب الفولتج نضرب الوايرين كلاسز او التصنيفات بتاعة الاسلاك فيه عندي كلاس اي وكلاس بي والحتة دي يعني عايزين نركز عليها لو بصينا كده على الكلاس اي لو انا شفت الفارلان كنترول بانيل وبعد كده وصلت اوه راح لديتكتور راح لديتكتور ديتكتور ديتكتور حصل اطعا في النص حصل اطعا ديتكتور معين هتلاقي كل الديتكتور ولا جهاز فيهم هيوقف لان ده كلاس اي وبيكون النظام المعنون موجود على هيئة closed loop وبالتالي انا بستخدم الكلاس اي ويرينج في المشاريع اللي انا مش عايزة يحصل فيها في واصلة طبعا الكلاس بي بيكون التوصيل بالنظام التقليدي لو حصل قطع زي ما انت شايف الفارلان دخل اهو ديتكتور على ما تصحه الدكتور على ما تصحه بعدين حصل اطعا بعد كده اكس اكس ده معناه وحطت اندلوب طبعا بعد القطع بتفصل الديتكتور ده كلاس بي ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية نبدأ نتكلم عن البطاريات والتغذية الخاصة بانظمة انظار الحريق واشوفكم في فيديوهات خاصة بانظار الحريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته